موقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من حلف الناتو لم يتغير أكان في منصب الرئيس أم لا؟ لا يزال ترامب يوجه الانتقادات لسياسة الناتو ويشكك بالحاجة له من الأساس ويلمح بأنه غير ملزم بعضوية بلاده في الناتو ردا على سؤال مضيع قناة فوكس نيوز ويقول إن واشنطن تتحمل فاتورة الدفاع عن دول الاتحاد الأوروبي نستمع يأتي هؤلاء ويمنحون مليارات الدولارات كيف تفعلون ذلك بحقكم؟ أوروبا يجب أن تضع الكثير من الأموال سريعا ويجب أن نتعادل في الدفع هل يفهم الجميع ما يعنيه هذا؟ تهديدات ترامب بوقف المساعدات للإنفاق العسكري تعود للعام 2020 حينها كشف مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية أن الرئيس الأمريكي السابق حذره في محادثة شخصية من أن الولايات المتحدة لن تهب لمساعدة الاتحاد إذا تعرض لهجوم مسلح وفقا لما نقلته صحيفة بوليتيكو تلك النواية التي تعود لسنوات مضت أعادت مخاوف الغرب مجددا فاحتمالية فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وتصريحاته الأخيرة تعني الحاجة للاستداد للسيناريو الأسوأ وبالفعل يبدو أن بعض دول النيتو بدأت بالتفكير جديا بكلام ترامب وبدأت تخطط لكيفية بناء اتحاد أوروبي أقوى لكن مجلة فورم بوليسي كشفت أن شركاء واشنطن يشعرون بالقلق من إمكانية عودة ترامب للرئاسة وأنهم غير مستعدين لهذا السيناريو لكن من جانب آخر لدى أوروبا مخاوف أكبر من السياسات الشخصية للرئيس الأمريكي القادم خاصة مع تحول الحرب الروسية للأوكرانية لحرب استنزاف باتت كييف خلالها أكثر حاجة من أي وقت مضى للمساعدات العسكرية الغربية في وقت يقول ترامب بأنه سينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا في غضون يوم واحد إذا عاد إلى البيت الأبيض سيناريو أقلق كييف وحلفاءها الغربيين الذين اعتبروه تصريحا خطيرا للغاية لأن ترامب لم يذكر كيف سيبدو سيناريو ما بعد الحرب ترجمة نانسي قنقر